مستهل صباح الرياضة فلورونس إذن بالحديث عن آخر استعدادات النخبة المغربية لمباراة كندا في ختام دور المجموعة المرتقبة يوم الخميس المقبل بعد الأجواء الحماسية والفرحة الجماهير المغربية بانتصار تاريخي دبلجيكا يوم الأحد المنصرم عادت المجموعة المغربية إذن إلى مواعيد الجد بإجراء أول حصة تدريبية استعدادية لمواجهة كندا يوم أمس وخصصت فقط لإزالة العياء لكن هذه الحصة شهدت مشاركة الحارس ياسين بونو الذي لم يشارك في مباراة بلجيكا بل غادر الملعب قبل انطلاقتها بثواني ما أعطى ربما إشارات على أنه سيكون جاهزا لمواجهة كندا كما عرفت الحصة تدريبية مشاركة أشرف حكيمي ونصير مزروي بعد التبعات الإصابة التي ألمت بهم في مباراة كرواتيا الأولى بونو طمأن الجميع وأكد بأنه سيكون حاضرا في مباراة كندا لتذكير المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بأربع نقاط منصفة مع كرواتيا وبفارق الأهداف ويكفي تعادل الأسود أمام كندا لضمان التأهل إلى